بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل إن شاء الله المكرونة بسلسة الطماطم عندنا حلة على النار هنملة 3 ترباحة مية و هنحط عليها معلقة صغيرة ملح و معلقة صغيرة زيت و هنغطي الحلة لحد ما المية تغلي معنا و دلوقتي هنبدأ نعمل السلسة عندنا حلة هنحط فيها معلقة كبيرة سمنة و هنسيبها لحد ما تسخل معنا بعد السمنة سخنة معنا قوي هنحط عليها السلسة و السلسة اللي حطناها كبيرة عصير طماطم ضربنا في الخلاط و هنحط معلقة صغيرة ملح و فلفل سود و هنقلب كله مع بعضه و هنغطيها لحد ما تسبك معنا و كتر و هنحط عليها المكارونة و هنبدأ ربع كيلو مكارونة من اي نوع و هنبدأ ننزلها في المية و لازم نقلبها كويس من وقت للتاني و مش هنغطي الحلة و هنسيبها لحد ما تستوي 3-4 سوا خلاص كده المكارونة استوت معنا 3-4 سوا و هناخد مكارونة و هندقها لو لانها بتشد معانا خفيف يبقى كده خلاص هي استوت معنا 3-4 سوا و ما نزودش في سواها عن كده و بعد كده في مصفة في الفوت هنصف المكارونة من المياه و هنفتح عليها المياه المياه برده طبعا و هنسيب المكارونة تتصفى خلاص كده الصالصة صبكت معانا و بقى قومها تقيل كده زي ما احنا شايفين و دلوقتي هنحط المكارونة و هنقلبها كويس مع الصالصة خلاص كده قلبناها في الصالصة كويس و هنهدى عليها النار قوي و هنحطها على شياطة لحد ما تسخم معانا خلاص كده سخنت معانا جربوها و ان شاء الله تعجب